أستعدتم أوقاتا أيها المفكرون الصغار أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف القاف سنبدأ بمهارة الاستماع قصة حرف القاف قناع سكر لعب الأولاد لعبة التخفي لبست سمسم قناع قطة وبدأت تقلد صوتها مياو مياو لبس وسيم قناع بطريق وقلد مشيته أما سكر فأخذ يقفز من مكان إلى مكان ويأكل الموز فهل عرفتم ما رسم على قناع سكر؟ النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف القاف وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة من صور تحتوي في صوت اسمها على حرف القاف وتنتقل إلى قصة حرف القاف القنفذ المجتهد ستقوم عزيز المفكر بالاستماع إلى قصة القنفذ المجتهد وتأمل الصور الموجودة أمامك من ثم محاولة إعادة سرد القصة بلغتك الخاصة ستقوم عزيز المفكر بقراءة كلمات القنفذ المجتهد وعليك أن تبحث عن حرف القاف في الكلمات المعروضة أمامك ثم ستنتقل إلى مهارة القراءة هنا عزيز المتواصل سيكون عليك القيمة أياما بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز حرف القاف وتمييز صوت حرف القاف اسم الحرف قاف صوت الحرف ق وأيضا عليك نق حرف القاف مع المدود القصيرة الفتحة والضمة والكسرة ق ق ق ق ولا تنسى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز حرف القاف مع المدود الطويلة الألف الوا واليا ق ق ق ق وأن تضع دائرة حول حرف القاف في الكلمات المعروضة أمامك ككلمة قمر يوجد حرف القاف في بداية الكلمة وكلمة ملعقة يوجد حرف القاف في وسط الكلمة وهكذا أما هنا عزيز المتواصل الصغير عليك أن تقوم بمهارتي التركيب والتحليل وذلك بقيامك بتركيب المقاطع الصوتية لتكوين كلمة مثل المقاطع التالية المقطع الأول ق الثاني د والثالث رو عندما نجمعها سوية تصبح كلمة قادر وكذلك عليك تحليل الكلمة إلى مقاطعها الصوتية ككلمة صديق المقطع الأول ص المقطع الثاني د المقطع الثالث ق ثم عليك تهجئة وقراءة الكلمات والجمل المعروضة أمامك بصوت واضح وسرعة مقبولة كلمة قريب جملة راقب صديقي القمر وهكذا وأخر مهمة لك عزيز المهتم في درس حرف القاف هي مهارة الكتابة هنا عزيز المتعلم في هذه الصفحة عليك القيامة بدورك فتقوم بكتابة حرف القاف في بداية الكلمة وفي آخر الكلمة منفصل وأيضا حرف القاف مع المدود الطويلة قا قوقي وأخيرا عليك كتابة كلمة قرد بالشكل والاتجاه الصحيحين هذا كل ما لدينا في درس حرف القاف لهذا الأسبوع أسعدتم أوقاتاً